بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيدات والسيدة الحضوري الكرام اسمحوا لي من قلب العاصمة الإدارية الجديدة أن أتشرف بوجودي مع حضراتكم في مستهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي اقترحنا له عنوانا باسم خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنفسية هذا المؤتمر الذي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 سنة أي منذ الحرب العالمية التانية واللي يتابع فينا كل يوم اللي بيحصل النهاردة بيشوف أن كل الحكومات للدول المتقدمة والقوايا اقتصاديا وأيضا الدول الناشئة بيصارع من أجل النجاح وضمان استقرار بلده مصر ليست بمنأة عن هذه الدول بل بالعكس مصر سنفت من كل المؤسسات الدولية كوحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بهذه الأزمة العالمية الكبيرة وإدراكا من القيادة السياسية بأهمية أن نضع معا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه ليس فقط الحكومة ولكن كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية فقد جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة وخارطة طريق دي لازم تشمل جزئين جزء للتعافي من الأزمة قصيرة الأجل اللي هي الأزمة العالمية ولكن أيضا يكون معها حلول لبعض المشاكل المزمنة اللي موجودة لدينا واللي حيبأ أكيد حلولها محتاجة تحرك على المدى المتوسط وطويل الأجل والحقيقة يمكن إحنا كحكومة منذ بداية الأزمة ومن قبلها حرصين كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر سواء في الخارج أو الداخل وبنتابع كل مواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف أراء المصريين وبنسمع في البرامج الحوارية اللي بيتقال من الخبراء والحي يمكن اسمحولي أقولها بمنتال أمانة إن وجدنا أحيانا إن بعد هذه الأراء مش مبني على معرفة دقيقة بواقع وأحوال الاقتصاد المصري وإن ولا الأرقام الحقيقية اللي بتعكس واقع الاقتصاد المصري وابتدينا بنسمع وبشوف من واقع التواصل الاجتماعي إن مصر في أسوأ أزمة ممكن إنها تمر بيها وبنشوف كلام كتير جدا وتخوف من شبابنا ومواطنين على الأزمة اللي موجودة وحرصوهم على بلده شكرا